عقد التحالف الوطني للأحزاب المصرية اجتماعا نقش فيه المحور الاقتصادي باللجنة لجنة الحوار الوطني الذي يضم العديد من الجهات التي تعمل لصالح مصر وخلال الاجتماع تم التأكيد على احترام حقوق الإنسان في مصر ردا على بيانة للتحال الأوروبي كما تم مناقشة العديد من الملفات وعلى رأسها لجنة العفو الرئاسي وشدد على أن حقوق الإنسان لا تتوقف عند الخروج من السجن فقط بل من السجن فقط بل أيضا صحة الإنسان وتوفير الخدمات له وناقش كذلك الاجتماع التحديات في مجال الزراعة والاقتصاد وغيرها من الأجل للوصول لهدف 100 مليار دولار صادرات ضرورة دعم الصناعة بقوة ضرورة دعم الزراعة بقوة ثم بعد كده نبتد نتكلم عن أي شيء آخر زي الدرائب زي الدين العام الدين العام النهاردة احنا بنتكلم فيه وإحنا الأمور واضحة كلها بالنسبة للناس كلها محتاجين أنه يتخفض محتاجين أن الكلام ده كله مش هيجي إلا بالإنتاج مش هيجي إلا بقوة العمل مش هيجي إلا زي مسيادة الرئيس في كل الكلام اللقاءاته بيقول لابد من العمل لابد من الإنتاج لابد من الاهتمام بالإنتاج وإن احنا كمان نطور الإنتاج ونخليه متمايز عشان نقدر نصدره الخيال لابد أن الدولة المصرية تتجه إلى السياسة الإنتاجية من الناحية الصناعية والزراعية وتطوير الإنتاج والوصول إلى أعلى معدلات الجودة في هذه المجالات باعتبار أن لابد من الوصول إلى أعلى معدلات تصدير واتباع السياسة التصديرية في المرحلة الجاية دي مهم جدا عشان نجيب عملة صعبة من الخارج نقدر نواجه بها التحديات الاقتصادية المتعددة خاصة بعد الأزمات المتلاحقة أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من أعباء واقتصاديات العالم كله تأثرت بهذه الأزمات المتلاحقة وكان علينا أن نسلك طريق خلف السيد الرئيس فتاح السيسي لعمل حوار وطني مهم جدا تكون فيه رؤى متبادلة ورؤى متكملة وشاملة بخصوص الوصول إلى معايير مهمة جدا تقوم على دراسات علمية متأنية هدفها سد العجز في الموازنة وتقليل التضخم وكمان القضاء على البطالة وتعظيم الناتق القومي والدخل القومي النهاردة تكلمنا عن الصناعة ودر حوار شامل لبعض الأراء تكلمنا عن الضرائب وإيه الدولة الحاجات اللي هي أهمية أن الدولة يبقالها دور عشان تشجع المستثمر تكلمنا النهاردة بعض اللي تحدثوا عن الطلب أن أهم حاجة الفترة القادمة أن تعيد الدولة الثقة مع المستثمر أن المستثمر يبقى عودة الثقة بينه وبين الدولة عشان يقدر المستثمر الزالة المعوقات اللي هي بتؤدي لأن احنا عارفين أن أي زي ما تحدث الرئيس عفتاح السيسي في الموطر المقتصادي أو في كل حواراته أن احنا عايزين نعدي 100 مليار صدرات لأنه ما ينفعش دولة زي بصر بحجم مصر يبقى بتصدر ب33 مليار وبتستورد ب81 مليار يعني يبقى عندي كل سنة عجز 48 مليار عشان كده لما قال إن احنا عايزين نوصل صدراتنا إلى 100 مليار كان الهدف منه لما استورد ب81 وصدر ب100 مليار بكل سنة هيضف للإحتيات النقد بتاعي 19 مليار دولار تبقى أهم حاجة بتعلي هذا هو إيه؟ هو مجالين الزراعة والصناعة اشتركوا في القناة